سيادة اليمن ووحدته دعم الحلول السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز أبرز النقاط الرئيسية التي أكد عليها اكتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والذي انعقد في لكسنبورغ لمناقشة تدهور الوضع في اليمن الاجتماع الأوروبي خرج بتوصيات حول اليمن ركزت على ميناء الحديدة والذي يشغل قدلا كبيرا في الأوساط الدولية حول إدارته وفي هذا الإطار تعامل مجلس الاتحاد الأوروبي مع ميناء الحديدة كمنفذ حيوي وحيد لوصول المساعدات الإنسانية وهو ما جعل المجلس يوصي بدعم جهود المبعوث الأممي في اليمن والتي تفضي إلى جعل الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة دعا المجلس الأوروبي إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية وحجد المساعدات التمويلية لها مع ضرورة احترام الحياد والاستقلال في تقديمها مشيرا إلى أن أكثر من 22 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدة وحماية إجماع المجلس الأوروبي حول التعامل مع ملف ميناء الحديدة من منظور إنساني أثر على الموقف الأوروبي من العمليات العسكرية التي تقودها الإمارات لتحرير ميناء الحديدة وهو ما ظهر من تأكيد المجلس على استمرار دعمه للحلول السياسية في الوقت الذي بدى المجلس حريصا على إدانة عدم تمييز الأطراف العسكرية بين الأهداف المدنية والعسكرية وإذا كان من الطبيعي إدانة الاتحاد الأوروبي لتطوير ميليشيا الحوث للصواريخ وإطلاقها باتجاه السعودية والبحر الأحمر إلا أنه كان من اللافت تأكيد الدول الأوروبية على التزامها بوحدة وسيادة وسيقلال اليمن وهي دعوة وجهت لجميع الأطراف مما فسر من قبل البعض كإشارة إلى الاعتراضات المحلية والدولية بشأن بعض انتهاكات السيادة المرتبطة بالتحالف العربي